منصرمة قتلت روسيا عشرات ألاف الأوكرانيين من نساء ورجال وأطفال واقتلعت أكثر من 13 مليون شخص من ديارهم ودمرت أكثر من نصف شبكة الطاقة في هذا البلد وقصفت أكثر من 700 مستشفى و 26 ألف مدرسة واختطفت على الأقل 6 ألاف من الأطفال الأوكرانيين بعضهم لا يتجاوزوا بضعة أشهر وأعدتهم أو رحلتهم بأحرى إلى روسيا لكن الروح في أوكرانيا تبقى غير مهزومة بل إنها أكثر قوة وعزما من أي وقت مضى عندما أطلقت أوكرانيا العملية المضادة التي سمحت بإعادة وضع اليد على جزء من أراضيها أرسل الرئيس بوتين 300 ألف شخص ورحل مزيد من الأطفال وكذلك أطلق مجموعة فاغنر ومرتزقة ارتكبوا فضائع من أفريقيا وشرق الأوسط والآن في أوكرانيا طبعا ليست هذه القصة الكاملة عن هذه السنة ثم تقصت الشعب الأوكراني عدد القوات الروسية كان يفوق عدد القوات الأوكرانية ولكن الأوكرانيين وقفوا مدافعين عن حقهم بتقرير مستقبلهم وقفوا في وحدة وتضامن فيما يتعاملون مع هذا العدوان مدرسون أعطوا دروس للأطفال وعملوا على إعادة إتاحة الطاقة وتضامن الجيران لإطعام الجوعة في هذه قصة كذلك لكيف أن الأسرة الدولية وقفت وتضامنت معظم الدول الأعضاء مرات عديدة أدانت انتهاكات روسيا لمثاق الأمم المتحدة ومحاولاتها لوضع اليد والاستلاء على أراضي أوكرانية يوم أمس 140 دولة في الجمعية العامة صوتت لصالح قرار يعيد التأكيد على المبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا ويندد بالفضاء التي ترتكبها روسيا ويعبر عن التضامن كذلك وأتأيي لسلام عادر وشامل حسب ميثاق الأمم المتحدة عندما حاول رئيس بوتين أن يستخدم الجوعة أداة ويؤدي إلى استعار أمزمة غذائية هي الأخطر ردت الأسرة الدولية سريعا ومنذ الاجتماع الذي عقد فيما يحول هذا الموضوع قامت مئة دولة بالإعلان مجموعة من الالتزامات للتخفيف من حدة الجوعة من خلال سعي الأمين العام وكذلك تركيا جاءت مبادرة تصدير الحبوب من خلال البحر الأسود إلى إيصال هذه الحبوب والتخفيف من كلفتها للعالم والآن فيما تحاول موسكو مرة جديدة أن تقوض ذلك يجب أن نضمن توسيع هذه المبادرة وعندما حاول الرئيس بوتين أن يستخدم الطاقة أداة زدنا من التزويد عبر العالم وذلك حتى يتمكن الناس من أن يحظوا بالتدفئة في خلال الشتاء وكذلك للحد من الاتكال على الطاقة الروسية عانت أوكرانيا أشد المعاناة طبعا من الحرب الروسية ولكن كل دولة استشعرت بهذه المعاناة إلا أن الدول عبر العالم ما زالت تقف إلى جانب أوكرانيا لأننا نقر جميعا بأنه لو تخلينا عن أوكرانيا اليوم فنحن نتخلى عن ميثاق الأمم المتحدة بحد ذاته وعن القواعد التي تضمن أماننا جميعا وسلمتنا إن الاستلاء على الأراضي بالقوة وإن محو حدود دولة أخرى وإن استهداف مدنيين في الحروب وإن حروب العدوان كلها غير مقبول بها ولو لم ننتصر لهذه المبادئ فهذا يحدو بنا إلى عالم يسيطر فيه القوي على الضعيف والعالم الذي أنشئت هذه المنظمة لوضع حد لها وأعضاء هذا المجلس عليهم مسؤولية خاصة ألا وهي ألا نعود إلى هذا الشكل من العالم ويمكن أن نقوم بذلك من خلال سوبرين ثلاث أولا يجب أن نضغط باتجاه سلام عادل وجامل طبعا أتوقع أن دولا عديدة سوف تطالب بالسلام اليوم ولكن لا أحد يريد السلام أكثر من الشعب الأوكراني والولايات المتحدة أوضحت جاليا حتى قبل هذه الحرب أننا مستعدين للإنخراط نمستعدون للإنخراط بأي جهود ديبلوماسية توقف عدوان روسيا على أوكرانيا لكن التاريخ يعلمنا أن الأمر يتعلق بطبيعة السلام هذا ما هو مهم كي يكون السلام عادلا يجب أن يرتكز على مبادئ متاق الأمم المتحدة أي السيادة والسلام الإقليمية والاستقلال لكي يكون السلام مستداما أيضا يجب أن يضمن أنه لا يمكن لروسيا أن ترتاح وتعيد تجهيز قواتها وتطلق حربا جديدة بعد بضعة أشهر أو بضعي سنوات إن أي سلام يشرع واستلاء روسيا على الأراضي بالقوة سوف يضعف المثاق ويرسل رسالة للجميع عبر العالم بأنه بالإمكان غزو بلد آخر والإفلات من العقاب عن ذلك وقد قدم رئيس نيكي خطة من عشر نقاط للسلام ولكن الرئيس بوتن على العكس من ذلك قال إنه لا شيء ليتم التحدث عنه حتى تقبل أوكرانيا الوقائع على الأراضي الجديدة فيما زاد من تكتيكاته الوحشية في غضون ذلك لكن على أعضاء هذا المجلس مسؤولية جسيمة ألا وهي أن يكون كل سلام عادل ودائم ويجب أن لا يخدع أعضاء المجلس بدعوات لوقف إطلاق النار المؤقتة أو غير المشروطة سوف تستخدم روسيا كل وقف هذه العمليات لتعزيز سيطرتها على الأراضي التي استلت عليها وتعيد تجهيز قواتها لعمليات جديدة هذا ما حصل عندما توقف العدوان الأول في العام 2015 على أوكرانيا انظروا ما لاحق بذلك وما تلاها أعضاء هذا المجلس يجب أن لا يصدق كذلك الدعوة لكل الطرفين بوقف العمليات أو دعوة الدول الأخرى إلى عدم مساعدة أوكرانيا أن أي عضو في هذا المجلس لا يمكن له أن يدعى للسلام فيما يساعد روسيا في هذه الحرب ثم تم معتد وثم تضحية وروسيا هي التي تقاتل من أجل الاستلاء فيما أوكرانيا تقاتل من أجل الحرية عندما تخرج القوات الروسية من أوكرانيا فسوف تنتهي الحرب لو توقفت أوكرانيا عن القتال تنتهي أوكرانيا والواقع هو عمر واحد رجل واحد بوتين هو الذي بدأ هذه الحرب ورجل واحد بوتين يمكن له أن يوقفها ثانياً لو كنا لنضع حد لهذه الحرب على أعضاء المجلس أن يتصدوا لتحديات أخرى تتهدد الأمن والسلم الدوليين نحن طبعاً نستمع لشواغل الدول التي تقول أن الوقوف إلى جانب أوكرانيا ومساءلة روسيا قد يحيد الاهتمام أو الموارد عن المحتاجين لهذه الدول أقول بكل بساطة انظروا إلى أفعالنا وعندما تسمعون روسيا ومن يدافع عنها تتهم الدول التي تساعد أوكرانيا بغض الطرف عن بقية العالم أقول لكم انظروا في أفعال روسيا موسكو قارنوا الأرقام بالإضافة إلى 13 مليار دولار تقريباً لتصدي للجوع عبر العالم مولنا أكثر من 40% من ميزانية برنامج الغذاء العالمي تسهم روسيا بأقل من 1% من هذه الميزانية وهذا دليل يقوم حسب الأرقام الأممية الأخيرة تقدم الولايات المتحدة تسعة أضعاف ما تقدمه روسيا لحفظة استلام الأمميين و300 مرة ما تتيحه ليونسف وثمانية ألاف ثمانية مرة ما تقدمه لوكالة اللاجئين ثالثاً علينا أن نكرر التزامنا بما يسميه المثاق كرامة الإنسان وقيمته يجب أن نراكم الأدلة عن الفضاء التي تقوم بها روسيا بما في ذلك الإعدامات والتعذيب والاقتصاب والعنف الجنسي وترحيل آلاف المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا ويجب أن نوثق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها روسيا ونتشاطر هذه الأدلة مع المدعين العامين ومع الإدعاء حتى في يوم من الأيام يحاسب المرتكبون بعد يوم تلو الآخر من فضائع روسيا لعله من السهل أن نتخدر وأن نفقد قدرتنا على الصدمة ولكن يجب أن لا نسمح لهذه الجرائم بأن تصبح الوضع الطبيعي العديد ماريو بول ليست بوضع عادي إيربين ليست بالوضع العادي قصف المدارس والمستشفيات والمباني وسحقها بالأرض هذا ليس بالأمر الطبيعي سرقت أطفال من أسرهم وأعطائهم لأسر في روسيا هذا غير طبيعي وغير مقبول ويجب أن لا نسمح لما يقوم به الرئيس بوتين وغضي الطرف عن قيمة الحياة البشرية من أن تصبح ما هو طبيعي بالنسبة لنا ويجب أن نتذكر أن خلف كل فضائع في هذه الحرب الروسية وفي نزاعات عبر العالم تمت إنسان زرت مؤخرا معرضا للفن لأطفال أوكرانيين أن تأثروا بهذه الحرب ورأيت رسما لفتاة عمرها عشر سنوات في أبريل المنصرم قامت القوات الروسية بقصف منزلها ما أدى إلى مقتل أسرتها بأكمالها وعندما أنقذها المستجبون كان في جمجمتها رصاصة وكذلك قطع إبهامها ولكن أنقذ الأطباء حياتها لكنها فقدت بصرها في العين اليسرى وفقدت إبهامها أيضا في رسمها هذا فيرونيكا رسمت نفسها في فستان زهري اللون تحمل باقة من الورود وإلى جانبها مبنى وعندما سألتها من يقتن هذا المبنى قالت هذا مكان يعيش فيه بأمان كل من فقدت في هذه الحرب كل من قتلوا ممن تعرف نحن شعوب الأمم المتحدة العزمين على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب هكذا تبدأ مثاق الأمم المتحدة الزملاء الأعضاء في المجلس يجب أن نحقق هذا الوعد كثر في أوكرانيا اليوم يريدون نفس الشيء كهذه الطفلة الصغيرة فيرونيكا عالم يتسم بالسلام يمكن لهم أن يعيشوا فيه بأمان في بلدهم ويبقى إلى جانبهم بأمان من يحبون نحن لدينا هذه القدرة وهذه المسؤولية بأن نرسي دائم هذا العالم اليوم وللأجيال المقبلة لا يمكن لنا ولن نسمح لدولة واحدة بتدمير ذلك شكراً أشكر السعادة الوزير بلينكين على بيانه والكلمة الآن لصاحبة السعادة شولتا ساتشكا وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية من ألبانيا السيد الرئيس السيد الأمين العام السادة أعضاء المجلس الموقرين في المستهل أتقدم بالشكر من مالطا على تنظيم هذه الجلسة وأشكرك سيد الوزير على ترأسك هذه الجلسة نشكر الأمين العام كذلك على ما أدل به من بيان قوي وعلى جهوده ومساعيه الرمية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا نشكره على وضوح بوصلاته الأخلاقية في سياق هذه الأزمة غير المسبوقة الزملاء الأعزاء هذه ذكرى مأساوية بالفعل لا شيء نحتفي به بل كل الأصف على ما جرى لكن نسجل نقطة أساسية لن ننساها أبدا من حرب مدمرة وعواقبها الجسيمة رأينا عالما موحدا يدين بصوت واحد حربا كانت خيارا ويرفض ضم الأراضي بالقوة ويعضد القانون الدولي ويناصر مثاق الأمم المتحدة مرة جديدة يوم أمس 140 دولة عضو من أقطاب العالم أجمع أكدت بصوت قوي وعال أنها لا تريد عالما حسب ما تريده روسيا بل عالم حسب مثاق الأمم المتحدة وما يقتضيه سلاما سلاما عادلا لأوكرانيا ولشعبها كما جاء في خطة سلام الرئيس زيلنسكي أنهم موجودون في دروف مقبولة نحن نعمل بجهد جهيد ونبدو لقصار جهدنا من أجل أن نستعيد نساءنا ورجالنا المأسورين لكن إلى الآن لم نتمكن من الوصول إليهم حتى نعرف ظروف أسرهم وفي حرب شاملة كهذه علينا أن نتذكر أن الحرب بدأت ليس العام الماضي وإنما في 2014 نعرف أن هناك عددا من الأسرة من التتار ومن منهم في القرم ما الذي يحدث لهم أنا أتذكر أنه في بداية ولاية كنا قد أعدنا بعد أسر الحرب والجميع تقد أنهم كانوا مأسورين في موسكو لكن الأمر لم يكن كذلك كانوا بعيدين من المنطقة وكذلك كان بفضل أوكرانيا بفضل الجهود التي بدلتها أوكرانيا وبعملنا مع بعض المؤسسات تمكننا من تحقيق بعض النجاح لإحترام إطار النورماندي وكان هناك تحقق من عدد من القضايا الخاصة بالآمنة والأمر كان صعبا لكن كانت هناك بعض الإنجازات وأنا سأمت من سماعي جواب واحد من مؤسسات عديدة يقولون ليس لدينا الصلاحية لفعل هذا وذاك أنا سأمت من مثل هذه الأجوبة وأقول إن هذه الأجوبة تتكرر والأمم المتحدة التي يقودها أنتونيو جوتيريش جوتيريش تصرف بشكل فيه مبادرة جاء إلى أوكرانيا وقمنا بجهود ونجحنا في إقامة ممر لتصدير الحبوب بمساعدة تركيا ولذلك أعتقد أن هذا الانخراط مهم ونحتاج إلى تغيير تلك المؤسسات التي مغرقة في البيروقراطية ظهرت العديد من مواطن الضعف في الاتحاد الأوروبي وفي قارة أوروبا بشكل عام وفي مؤسساتها تحديدا كيف نغير هذه المؤسسات كيف نجعل بنية جديدة تظهر بعد الانتصار في الحرب سؤال آخر شكرا جزيلا سيد الرئيس تحدثت عن الصين وقلت إن أراء الصين ورؤاها لا تدعم أوكرانيا وأن مبادرة الصين للسلام التي قدمتها هذا الأسبوع نحن رأينا إجراءات من الصين لا تؤيد ولا تدعم أوكرانيا وأن هناك بعض التقارير التي تفيد بأنه قد يكون هناك أسلحة تصدر إلى روسيا ما الذي تعتقدونه حول موقف الصين لا أعتقد أن مقترح الصين هو مقترحها وإنما الصين تحدثت بما يجول في خاطرها حول هذا النزاع وأنا قلت سابقا إن الصين بدأت تتحدث عن أوكرانيا وهذا شيء جيد بمجرد أنها بدأت تتحدث عن أوكرانيا وأمر جيد لكن في الواقع هناك السؤال الأكبر ما الذي سيلي هذه الكلمات المنصوص عليها في مبادرة السلام الصينية لأنه يجب أن يكون هناك خطوات وما الذي ستفعل هذه الخطوات بالنسبة لنا الصين في مبادرتها تتحدث عن نحن أسل سيادة أراضينا ووحدة أوكرانيا يجب أن تحترم ترجمة نانسي قنقر